بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عنور الزرفي. إن شاء الله اليوم نقدم حالة في مستشفى الشفى التخصصي 48-year-old female presented with sudden onset and offset palpitation since age of 30 years. This tachycardia sometimes results spontaneously and the other time by the IV drugs. This is the resting ECG showing normal sinus rhythm, normal PR interval, normal axis and there is no pre-excitation. This is ECG during attack showing wide complex tachycardia at rate 190 with left bundle like morphology. also showing lead 3 and lead AVF negative and isoelectric QRS in lead 2 with left axis deviation. So the differential diagnosis is SVT with left bundle branch like morphology or mahaim tachycardia. At the beginning of the study the tachycardia was induced by catheter manipulation. Also showing left bundle like morphology wide complex. We're going to discuss how to differentiate between mahaim tachycardia and SVT with left bundle branch block. We're going to discuss how to differentiate between mahaim tachycardia and Tachycardia. The hyss is before QRS complex. This is a way from the mahaim tachycardia. طبعاً تككارديا ساكل لينث تقريباً 350 بعدها تككارديا توقفت وبداينا نعمل الستادي من ال V بايسنج وكان الونكباخ ساكل لينث ريترو جريدلي على 270 وبعدها عملنا ال V أكسترا كان ال Efective Refractor period 270 بعد ذلك حاولنا انشيات تككارديا وفعلاً تككارديا انشياتي دعين بعدين حصل Left Bundle Branch Block دور تككارديا مثل ما اللاحظ بسيرفيس V1 نورك يواري اس كومليكس وهذا أثبتنا بأن التككارديا Left Bundle هو ريت ديبندنت كل ما تسرع تككارديا بيكون معها Left Bundle Branch أيضاً خلينا قسطرة الهس مثل ما نشاهدون هنا هنا جبنا الهس على الهس وبدأينا نشوف الهس هو قبل ال QRS Complex أيضاً تزاويه من مهايم بعد ذلك عملنا Atrial Extra Simiras وكان أكو Jump طبعاً قبلها تقريباً كان 160 هنا جمب وإيكو التككارديا كملت وعملنا BBI وطلعت BBI minus التككارديا ساكل لنث تقريباً 180 وهذا يعني مع التككاردية من AVNRT بعدين حاولنا نسوي مابينج دورنكسانس ريثم لتقريباً لتقريباً جبنا هنا small A و large V ثم نبدأ ابليشن وجبنا جنكشنال نحن هنا سوينا بيسنج من القصرة الابليشن مكانها في تتريام ونلاحظ الونكباكساكل لنث ريش بعدها سوينا بيسنج من ال R V بنفس قصرة الابليشن أيضاً ريترو جريد ونكباكساكل لنث ريش هذا ECG طبعاً احنا ما متوقعين في التغيير لأنه من البداية نورمال لكن احنا نحب نقيس ال R interval 127 نحن التركس بهذا الحالة هو كل كل حالة تكككارديا قبل ما تدخل نخلي ديفرانشال دياغنوسيز ونحاول نخلي أكثر من ديفرانشال دياغنوسيز يعني مثلاً نخلي SVT أبرانسي كمعايم تكككارديا أو ديفرانشال ديفرانشال تككككارديا نحن الحالة دخلناها بثري شيث ال 26 و 17 و 7 و المشيث ومثل ما نشاهد يعالي مشينا للفلورو نكمل الحالة معاكم في الفلورو وهو مكان القصاطر وال الهيو هنا هنا قصطرة الهيس ونخليها في الهيس ونجيب الهيس هذه قصطرة الابليشن وهذا الهيس هنا الفلورو هذه قصطرة الهيس وهو قصطرة الهيس وتنتهي الحالة بالسكسسفل الابلائشن من الهيس ومثل الهيس برانش شكرا شكرا